حالة تشاؤم واسعة من واقع الحريات عبر عنها الإعلاميون في الأردن حيث أظهرت مؤشرة الاستطلاع الذي نفذه مركز حماية وحرية الصحفيين حول واقع الإعلام في الأردن أن أكثر من 88% من الصحفيين المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن حالة الحريات الإعلامية تراجعت بدرجات متفاوتة خلال عام 2015 حالة تشاؤم واسعة جدا بين الإعلاميين بالوضع الإعلامي في الأردن ظهرت بقوة في مؤشرات الاستطلاع الذي نفذه مركز حماية وحرية الصحفيين حول واقع الإعلام في الأردن حيث رأى أكثر من 88% من الصحفيين المشاركين في الاستطلاع أن حالة الحريات الإعلامية تراجعت سنة 2015 بدرجة متفاوتة استطلاع الرأي كشف أن محاولات احتواء الإعلاميين لم تتوقف عام 2015 فقد أفاد 17% من الإعلاميين أنهم تعرضوا لمحاولات احتواء أو إغراءات أو امتيازات أثناء ممارستهم لعملهم الصحفي العام الماضي ووجد الاستطلاع أن ظاهرة انتشار الرقابة الذاتية لدى الصحفيين والإعلاميين الأردنيين لا تزال تمثل مشكلة حقيقية فقد بلغ مؤشر الرقابة الذاتية في عام 2015 ما يزيد عن 93% وجاء مبرر الحفاظ على أمن ومصالح الوطن في المرتبة الأولى من ضمن دوافع الصحفيين لفرض الرقابة الذاتية على أنفسهم يليه مبرر عدم إثارة النعرات والمساس بالوحدة الوطنية في المرتبة الثانية وفي ذات الصياق تصدرت مؤسسة الديوان الملكي قائمة المواضيع التي يتجنب الصحفيون انتقادها ثم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ثم السلطة القضائية والبحث في القضايا الدينية ولأول مرة يصلت الاستطلاع الضوء وبشكل موسع على دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز المشاركة المجتمعية وأثرها على وسائل الإعلام حيث كشف الاستطلاع أن 66% من الصحفيين يعتقدون بتوفر ثقة لدى الناس بوسائل التواصل الاجتماعي وأعلن 92% من الإعلاميين عن قناعتهم بأن توفير الأمن المعيشي للصحفيين متطلب أساس لحرية الإعلام ووفقا لمعطيات التقرير فقد عبر ما يقارب 71% من العينة المستطلعة وبدرجة كبيرة عن دعمهم لإنشاء مجلس شكاء ومستقل ينصف المجتمع من أخطاء الإعلام تراجع مستمر للحريات الإعلامية في الأردن وتوصيات عديدة تفتح الباب واسعا أمام تساؤلات مصيرية ماذا ستفعل الحكومة في تحقيق تلك التوصيات وهل الحريات الإعلامية على أولوية الأجندة الحكومية أم ستبقى على الهامش كما كانت خلال السنوات الماضية أمين سليم رؤية